كفاصيل وفاة حازم الحديدي سقط من الدور العاشر حازم الحديدي سقط من مسكانه بالطابق العاشر ما أدى إلى مصرعه أنهى حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير حياته صباح اليوم بعدما ألقي بنفسه من الطابق العاشر لمعاناته من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة وحرص عدد كبير من نجوم الكرة السابقين على نعي وكيل اللاعبين الراحل نشر رمضان صبح على صفحته أنستجرام حازم الحديدي في ذمة الله اشتركوا في القناة